أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد النادي الأهلي وصل استعداداته وبدأ خلاص الاستعدادات النهائية لمباراة الترجي يوم السبت القادم الفريق كان واخد راحة صلبية عقب العودة من تونس مبارح أول لمران والنهاردة فيه تدريف هذه اللحظات قبل الدخول في معسكر مغلق جدا إن شاء الله لذلك أذهب مباشرة إلى ملعب التتشي بالجزيرة مع الزميل العزيز شريف شعبان عشان نعرف منه آخر أخبار الفريق والاستعدادات لمباراة الترجي التونسي مساء الخير يا شريف تحيتي لك وتحيتي لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان طيب باختصار كده كل التفاصيل اللي عندك وما يحدث في ملعب التتش وآخر الجديد عندك بالنسبة لاستعدادات الفريق قبل ما الدخول في معسكر مغلق غدا إن شاء الله استعدادا لمباراة الترجي التونسي يمكن التمرين بدأ فيه الخامسة مساء النهاردة التجمع كان الساعة أربعة تمرين الساعة خمسة سبقه قبل بداية المران كان فيه محاضرة فنية استمرت حوالي خمسة وعشرين دقيقة تحدث فيها مستر بيتس موسماني مع اللعبين محاضرة فيديو طبعا عشان يتكلم في الأمور الفنية لفريق الترجي التونسي وكل ما يخص فريق الترجي التونسي مطلوب إيه من كل لعيب النادي الأهلي في محاضرة الفيديو والأخطاء اللي هوعوا فيها في المباراة الأولينية ما تتعادش تاني في المباراة تانية استغلال الفرص محاولة تخليص الجيم بدري جدا بإحراز هدف مبكر الدفاع القوي جدا من بداية المباراة التركيز ثم التركيز ثم التركيز من أول دقيقة لحد آخر دقيقة نحن لسه ما صعدناش إلى المباراة النهائية لسه خمسين خمسين الفرص متساوية حذر بشدة من فريق الترجي التونسي ويجب احترام فريق الترجي التونسي وعدم التفكير في النتيجة الأولينية خالص نبدأ المباراة أكني صفر صفر خالص محاضرة قوية جدا مستر رابيتس موسماني مع لعبي النادي الأهلي وشدت أيضا بعد نزول الملعب يمكن أعمى عام عشر ده برضو تتكلم عن التركيز ومحاولة استغلال أخطاء فريق الترجي التونسي ومحاولة إحراز هدف مبكر من خلفي بدأ المرانة يستمر حوالي ساعة ونصف يمكن مش أكتر من كده عشان طبعا خاطر الحمل البدني يمكن مستر رابيتس موسماني ما شاء الله شاطر جدا في موضوع توزيع الأحمال لموضوع الأجازات وكان لنا سابقة بعد الأجازة التيام الراجل كان مراهن على المخزون البدني بتاع لعائب النادي الآله وبالفعل بان أن الأهل عنده مخزون ما شاء الله بدني كويس جدا وقدر يلعب مباراة الترجي بشكل فئة ريحية كبير النهاردة ومبارح بيتمرانه وبكرة في تمرين وفي معسكر مغلق 48 ساعة دعواتنا ودعوات كل المصريين بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الآلي بطمنا كزميل محمد كل اللاعبين بيشاركوا في المران من خلفه باستثناء طبعا بيكا محمد محمود محمد محمود بتكلم في 3-4 أيام بإذن الله بعد المباراة يقدر يخش التمرين الجماعي بيكا بعد المباراة هيبان أيضا دخوله من التمرينات من عدمها ولكن كل النجوم موجودة في التمرين محمد هاني بيأدي التمرين بكل قوة أكرم توفيق بدري بنون كل اللي كان عليه كلام في الفترات الأخيرة الكل جاهز لمشارقة أو في المشارقة في مباراة الترجي التونسي متوقف فقط الإشارة من مستر بيتسو موسيمانيا علشان خاطر يخش التشكيل ويساعده كل جماهير النادي الآلي الآلي ممنحضر عندنا سكة كبيرة جدا في كل لعب النادي الآلي يا رب بإذن الله بس توفيقكم معنا وبإذن الله بإذن الله بإذن الله قادرين بإذن الله على الفوز بإذن الله زمنا العزيز شريف شعبان من ملعب مختار التيتشي بالجزيرة أنا بشكرك شكرا جزيلا وبالتأكيد إن شاء الله تكوني الاستعدادات بشكل جيد جدا لمباراة العودة يوم السبت القالي أخرج لفاصل وعد الفاصل لسه نكمل مع بعض باعي فقرات برنامج التريند اشتركوا في القناة